حتى كانت في قمة المناخ لو حضرتك تفتكر كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت أفريقيا حضرة بقوة جدا لأن كان فيه تعويل مباشر وأساسي ومازال هذا التعويل على مصر في الملف الإفريقي خاصة في ملف المناخ وآخر تطوراته والاقتصاد الأخضر وأن مصر كمان دعت ليه استضافة هذه القمة في العام القادم يعني في شرم الشيخ هتنوى الأفريقيا بس من الزاوية اللي حصلت بقى خلال النشاط الرئاسي في استقبال النواب العموم العرب والأفرقة الرسالة بتقول إيه في الشق القانوني وسيادة القانون من النحية العربية ومن النحية الأفريقية من زاوية مصر يعني أفريقيا حضرة دايما في كل الشغل المصري إحنا فيه فترة غبنا فيها عن أفريقيا وعلاقتنا تضررت بشكل كبير مع الدول الأفريقية واحنا اللي دفعنا تمام ده الحقيقة لأنه في النهاية أفريقيا ظهير كبير ليكي ووجودك وتأثيرك وقوتك بيبدأ منك بموجودة ومؤثرة في محيطك الإقليمي ومحيطك الإقليمي الجزء أساسي منه هو أفريقيا لما شفنا في قمة المناخ شفنا الرئيس بيتكلم لما تكلم ما تكلمش عن مصر وعن مشكلة مصر بس تكلم كمان عن مشكلة أفريقيا لأن أفريقيا إذا كانت مصر بتعاني ده فأفريقيا هي أكبر قرة في العالم بتعاني ده بتعاني من التصحر وبتعاني من ندرة المية وبتعاني من تأثير يعني الدول المستعمرة زي ما انخذوا الأفرقى بانوا عليهم حضرتهم ودلوقتي كمان بيصدروا نفاياتهم السامة وبيصدروا التأثيرات السيئة للمناخ للأفرقى من غير ما يتحملوا مسؤوليتهم في أنهم يخففوا عبء ده عن الدول الأفريقية الرئيس تكلم بشكل واضح في قمة المناخ النهاردة لما التقى بالنواب العموم المصري العرب والأفرقى في المؤتمر المهم اللي بتنظمه النيابة العامة والمستشار حمد الساوي النيابة العامة عن الجريمة العابرة للدول طبعا لأنه جزء مهم أنك تقدري تواجه الجريمة جرام كتيرة دلوقتي بايت عابرة للدول ما بتقتصرش تأثيراتها ولا بتقتصر أثارها على دولة واحدة منها الإرهاب منها غسيل الأموال منها التجار في البشر جرائم كتيرة جرائم كتيرة الحقيقة المؤتمر ده كان مهم والقال الرئيس النهاردة كان فيه كلام مهم بس ده مش أول مؤتمر بتستضيف فيه مصر رجال القضاء إلى أفرقى مصر حريصة دايما في الفترة الأخيرة من لحظة وصول الرئيس السيسي الحكم سواء النيابة العامة أو المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الدولة محكمة النقض الجهات القضائية المختلفة حريصة على أنها يبقى فيه هذا التواصل مع الدول الأفريقية ومع المسؤولين القضائيين والقانونين في الدول الأفريقية لأنه التعاون مع أفريقيا مهم في مسألة مواجهة هذه الجرائم وأفريقيا هي الباب الرئيسي أنك تقدري تكون موجودة ومؤسرة في العالم كله لأنها الظاهير الحقيقي لك فأنا أعتقد أن كلام الرئيس النهاردة كان كلام مهم عن سيادة القانون وعن التعاون مع الدول الأفريقية في مواجهة الجرائم المختلفة كان كلام مهم وبيأكد ده بيأكد طول الوقت أن مصر بيقى وعي جدا مع الرئيس السيسي لأهمية أفريقيا أو لأهمية وجودها القوة في أفريقيا ترجمة نانسي قنقر